السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتتبعين قناة امير بالقيد مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد الفيديو اليوم ان شاء الله سنرى طريقة تفصيل جلابة إفازي سنرى في هذا الفيديو أسهل طريقة التي يمكننا نفصل بها جلابة بسم الله على بركة الله أول شيء نبدو بهالدرس دائما نأخذ العبارة التوب قبل أن نفصله بالنسبة لنوع التوب فهذا نوع كريب والمقاس الذي سنخدمه عليه سيكون مقاس ستندار هنا كم شيء نأخذ العبارة التوب هو الأول الجهة التوب هي هذه الجهة التي تكون فيها الحاشية طول التوب فيه جمتر و 40 سنتيم جمتر و 40 سنتيم هو قياس طول التوب بعد قياس التوب الآن سنأخذ القياس العرضي يعني التنكيز التوب هنا العرض للتوب هذا فيه متر و نصف طول التوب هذا فيه جمتر و 40 سنتيم هو والعرض فيه متر و نصف هنا نرى التوب نقلب على وجهة التوب هذا على جهة التوب يعني على الجهة الخلف إذا كنت توقف على جوج يعني هذا الجهة التي لديها متر و نصف الذي طويتها على جوج والتوب توقف على طول إذن هنا قطن قطم جيد هو عندي مطوئ على جوج هذا الجهة التي لديها متر و نصف الذي طويتها على اثنين هنا قطن قطوب وهذه الجهة الخلف وهذه الجهة الأمام وهذه الجهة الخلف وهذه الجهة الخلف وهذه الجهة الأمام العرض الجليل سنضيفه 40 سنتيم نزيده 1 سنتيم الخياطة و هي 45 سنتيم وهذه الجهة الجلهة من جهة و بالنسبة للعرض القيس هالك تكفيفة التي تكون من جهة سنضيفه 10 سنتيم فهذه التكفيفة التي سنخيطها باليد يعني هذه الجليل سنستر على 10 سنتيم إذن حددنا القيس هالك التكفيفة التي تكون من جهة الجلع سنأخذ القيس الضوء سوف نأخذ القياس الطول بعد العبارة تكفيفة التي تجعلها 10 سنتيم سوف ننزل العبارة 10 سنتيم ونرى ما يوجد في طول الجلابة هنا في طول الجلابة 1.38 سنتيم حددنا طول الجلابة بالنسبة للقياس الكتاف 40 سنتيم قسمه على جوش 20 زائد 1 سنتيم الخياطة إذا اضطرنا هذه 21 سنتيم ونعاود لإنصطرنا القياس الطول التي حددناه في القياس الجلابة يعني نحدد القياس الطول الذي سنحتاجها في الجلابة إذا حددنا القياس الطول هذا العبار هذا العبار سوف يحضر التكفيفة لملتح سوف نأخذ القياس الرقبة العم 8 سنتيم في الجهة الخلف ونزل هنا بجوش سنتيم في حفرة الجهة الخلف سنعود ونأخذ العبارة الكتف كما سبق الوثكارت 40 سنتيم مقصومة على جوش هي 20 زائد 1 سنتيم الخياطة هي 21 سنتيم وكان ميل هنا في ميل الكتف ب3 سنتيم وكان سطر على القياس هذا ديال 3 سنتيم ميل الكتف كمشي كان سطر حتى نخرج في القياس رقبات العنق الجهة الخلف هنا نأخذ العبارة 23 سنتيم ونحدد القياس ديال دورات ربع الصدر سنستر على القياس هذا نستر على القيمة 23 سنتيم التي نزلنا بها ونحدد القياس ديال دورات ربع الصدر قياس دورات ربع الصدر 28 سنتيم نزيد 1 سنتيم الخياطة هي 29 سنتيم نستر على 29 سنتيم طبيعة الحال القياسات تختلف يمكن أن يكون أقل ويمكن أن يكون أكثر يمكن لكم تزيدوا ويمكن لكم تنقصوا على حسب القياس التي لديكم هنا سنضر الدورة التركيز من هذا المكان سنطلع ب3 ديال سنتيم ونقصد ونقصد الدورة التركيز يعني الحردة الإباط إذا نقصد دورة التركيز نقصد من هذا القياس هذا ديال الصدر ونقصد نقصد 15 سنتيم ونحدد قياس دورات الخاصر هنا نفس القياس 15 سنتيم ونحدد قياس دورات ربع الخاصر قياس ربع الخاصر 26 سنتيم نزيد 1 سنتيم الخياطة هي 27 سنتيم إذا نقصد 27 سنتيم هو قياس دورات ربع الخاصر هذه المقصات ستدخل فيهم الخياطة ونقصد طرعات القياس هذا دورات ربع الخاصر إذا نقصد القياس الخاصر نقصد من القياس الخاصر ونقصد 15 سنتيم إذا نقصد 15 سنتيم ونحدد قياس دورة الحوض إذا نفس القياس من هذا الجهاز 15 سنتيم ونقصد ونقصد قياس دورة الحوض قياس دورة الحوض 31 سنتيم ونقصد 1 سنتيم الخياطة 32 سنتيم ونقصد قياس الحوض إذا هنا في حالة تبنت لكم شيئا غير مفهومة يمكن لكم تكتبها في التعليق إن شاء الله إذا سنقصد ما بين هذه العبارة التي أخذنا ما بين قياس الحوض وقياس الخصر وهنا ما بين قياس الصدر وقياس الخصر ونقصد الحوض سنخرج في قياس جليل من تحت إذا سنقصد هذا حتى نخرج في جليل من التحت حتى حددنا المقاصات من الجهة الخلف ونقصد هذه العبارة التي نقصد إذا نقصد هذه العبارة الداخل في الخارج إذا هنا نتبع حساب هذه القياسات التي نقصد وهنا نقطع هذه الرقبات العنق الجهة الخلف سنقلب هذه الجهة الخلف حتى الحياة لنفصل إلى الجهة الأمام الأمام كما ترى هذا الجهة الخلف من نقصد بالإضاء ونقصد بالنسبة لجهة الأمام إذا كنت نقوم بجهة الأمام، نقوم بتنقوم بجهة الأمام، هذه هي الجهة الأمام، أول شيء سنحيط هذه الحشية الجهة الأمام، تكون لدينا العمارة تماما، إذا لا أفضل نحيط هذه الجهة الحشية التي تكون غير مزيدة، نكمل الأفصالة لجهة الأمام، إذا كم شيء نحذف هذه الحشية، هي من بين الأسباب التي تكمل لنا الخياطة، من بين الأسباب، ليس هي السبب الرئيسي، ولكن من بين الأسباب، إذا لا أفضل نحيط هذه الحشية، وبعد مرة تكون الكتابة والتوب، وبعد مرة تكون هذا من الأفضل، نحيط هذه الحشية، إذا كنت نشيط هذه الجهة الخلف، وسننزلها على الجهة الأمام، إذا، سننزل الجهة الخلف على الجهة الأمام، وسنبقى تنقى التوب جيد، كما ترى هنا، ضروري، عندما تنقى التوب، سننضغط هذه الخلفية، .. فنقرر هذه الخلفة هناك، سنقرره ما بين سنتيم، حتى سنتيم والنصف، كما تكون فيها العمارة، إلا huge noises, أي ما الترفل، ويعما الطرسان، ويعما الضفيرة والطرسان، على حسب النوع الخلف، كما ترى، بالضرور، سنقرره ما بين سنتيم، حتى سنتيم والنصف، الخياطة في الجهة الامام حيث تكون مفتوحة جلبة من الامام كما تشوف مع هنا. هذا الشيء في حارة كنا سنجعله جلبة تكون مفتوحة كنا سنخدمها نص طق كي يبقى هذا شكل اخر. اذا كم شيء نقطع على حساب العبارة الذي يجعلنا في الجهة ديال الخلف يعني هنا بلما نحتاج عدم الطرسة والتم جديد كم شيء نتبع على حساب هذه القياس الذي يجعلنا في الجهة ديال الخلف. انا كنظر ما هذه القياس ديال التركيز. كم شيء نفصل بطريقة عادية كما تشوفون. يعني هنا كنبقى تنقى التوب على حساب الجهة ديال الخلف. وضروري الجهة الامام خليوها زيدة. على حساب هذه الخياطة التي تكون في الجهة ديال الامام. اذا كم شيء نقطع بطريقة عادية على حساب هذه العبارة اللي كنا خلينا في الجهة ديال الخلف. انا بدت نقطع حتى نخرج في الجليل من تحت يعني. وهنا. قطع القياس ديال الطول. على حساب الطول كامل لخلينا، كما تشوفوا يعني. يعني قطع نزل، سنخلي حتى الجهة الامام، ونخلي فيها من 10 سنتيم ديال. هذه التكفيفة التي تكون ملتعة كما تشوفوا. يعني الجهة ديال الامام نقطعها على حساب القياس ديال الجهة ديال الخلف. الاختلاف في الكين هو أن نجعل الخياطة زيدة بالنسبة للجهة للأمام وهذا تبادل منه أن نخرج القب ونخرج الأكمام كيف سنطلعون؟ نحسب هذه القيمة للجوانب لكي لا نزل من الجوانب نأخذ السنتيم ونزل السنتيم أعلى مكان في الكتف ونعبار قياس الطول قياس الطول كما سبقا لدينا 138 سنتيم زائد 10 سنتيم تكفيفة هي 148 سنتيم ونجعل السنتيم دائما نزل أعلى مكان في الكتف ونبقى ندور السنتيم بهذا الشكل ندور السنتيم ونحدد القياس الطول دائما السنتيم يبقى نزل أعلى مكان في الكتف ونحدد قياس الطول بهذا الشكل لكي يأتي العبار مضبوط لكي يأتي الأمام والخلف والجوانب يأتي المتقادلين بهذه الطريقة هذه الطريقة الصحيحة التي نأخذ بها قياس الطول لكي يأتي العبار مضبوطة في العبارة هنا تقريبا كنا نظر ما بين 4 و 5 سنتيم في الجوانب ولكن من الأفضل نستخدم الطريقة الأولى التي نزل السنتيم لكي يأتي العبار مضبوطة في المشاكل من الأفضل لكي ينقصنا من الجوانب من هذا الجوانب بالنسبة لكي يأتي العبارة من الأفضل من الأفضل من الأفضل 28 سنتيم في الفتحة الامام يمكن لكم تخليه اقل يمكن لكم تخليه اكثر على حساب كيف يبقى هذا اختياري نحن هنا اخلينا 28 سنتيم في الطول الفتحة الجهة الامام يعني 28 سنتيم لا تدخل في 10 سنتيم تكفى التي تأتي من التحت اذا هكذا نكون في الصنة الجهة الامام والجهة الخلف ما زال لدينا بعض التعديلات في الجهة الامام كما سنرى بالنسبة الياس الكهير لدينا сто عاول صنطم والسانس나 ساتم هو القياس كما شاهدون كما سنرى مشه yupي في ، كما ترون 26 سنتيم هو القيص الذي يبقى عليه في الدورة للتركيز يعني التركيز مناسب مع هذا العبار الذي يدرنا سنحييز الجهة للخلف ونجعل الجهة للأمام الجهة للأمام مازال سنقوم بها بعض التعديلات بالنسبة للقياس القول سننزل هنا 11 سنتيم القول الجلابة يكون مختلف على القول القفطال نقطع القول الجلابة كما ترون قطعنا القياس القول يأتي من هذا الجهة للتركيز ونجعل سنتيم ونصف ونجعل الجهة للأمام لكي لا يوجد مخنشة في اللبس لا يوجد مخنشة في الجهة للصدر إذا ندخل القياس القول العبار في سنتيم ونصف ونجعل الجهة للأمام وهنا نخرج شوكة يعني ما نخرج حتى من التحت إذا هنا نأتي من هذا الجهة للأمام وندخل ما بين سنتيم بعض المرات تحت الجهة للصدر لكي لا تبقى الجلابة ترجع للخلف إذا هنا نقصنا هذا القياس كما ترون وهنا في حالة كنا ندير الجيب يبقى على حساب النوع الجيب نزلوا بأحد القيمة هنا وغالبا الجيب تنخلوه في ما بين 16 و 17 سنتيم إذا هنا ما بين سنتيموه في اللحن ونفصلنا Wh and the back والجهة ذات قيمة ونفصلنا بالنسبة على حساب النوع الجيب نتخل في الانواع جيب إذا هنا هذا الجيب الانتباه قدم القب أو الأكمام فالتوب يكون نطوئ على جوج ونقصنا على 4 الجهة التي سنفسدهم منها الأكمام يعني هنا لنطوء طوب على 4 غير الجهة التي سنفسدهم منها الأكمام هنا كما ترون التوب طوي على اربعة هذه الجهة اللي سنخرج منها الكمام والتوب الجهة اللي عندي مطوية على جوج منها سنخرج القب. سنحدد المكان الذي سنبدأ عليه القيز الكمام. اذا هنا نحدد هذا المكان هذا. هذه الجهة التركيز للكوم. نأتي من هذا المكان هذا ونقص ثلاثة سنتيم على القيز التركيز اللي عندي. ولكن في النهاية سنخرج لي نفس العبارة التركيز اللي عندي في الاول. اذا هنا نستطر على هذه الثلاثة وعشرين سنتيم ديال اللي نزلنا بها من هذا الجهة ديال للكوم. ونأتي من هذا المكان هذا من التحت ونزل بطناشة سنتيم. ونستطر هذا القياس هذا ديال طناشة سنتيم. اذا استطرت على 12 سنتيم. لكي نأخذ العبارة التركيز يعطيني 26 سنتيم. هو العبار اللي عندي في القيز ديال التركيز اللي عبرناه من قبل. اذا هنا نستطر على هذه القياس هذا. ديال 26 سنتيم ديال دورة التركيز في الكوم. اذا ننشي ديال العبار ديال التركيز ونحدد المنتصف ديال هذا العبار هذا. يعني نقسمها على جوج ونعاون ونقسمه هذه العبار تهوى على اثنين. يعني بحل هذا العبار ديال التركيز نقسمه على اربعة. هنا نستطر على هذا القياس هذا ونجي من هذا المكان هذا وندخل هنا سنتيم ونصف. ومن الفوق نخرج بسنتيم وواحد ونقسم الدورة ديال التركيز بكل سهولة. هنا من الفوق بنفس الطريقة نأخذ العبار ديال التركيز. بالنسبة للطول ديال الكوم. لدي تسعوده خمسين سنتيم ونزيدوها جوز سنتيم. حق الخياطة سنتيم من تحت وسنتيم من الفوق يعني نقسمه واحد وستين سنتيم في الطول ديال الكوم. بالنسبة للفوم الكوم نقسمه 14 سنتيم. اذا نستطر على 14 سنتيم. نستطر على هذا القياس هذا بشي يكون بعين. اذا حددنا القياس ديال طول الكوم. وهنا ننزل وخاقية سنتيم من الجهة ديال التركيز حتى نخرج فوم الكوم. ونقضي عليها العبارة ديالي بهذه الطريقة هذي. بكل سهولة. اذا. هكذا نحددنا القياس ديال الكوم. ونقضي عليها العبارة ديال الأكمام. نحن نفس الطريقة نقضي. نفصل الكوم. نحاول ما امكان ما نخرج حتى للطرف. نقطع عليه لحسب الحد الذي عندي في الطول ديال الكوم. نستغلها ونخرج منها القب. اذا قطعتها سيأتي القب الصغير. اذا نقطع عليه القياس اللي سنحتاج في الأكمام. ثم نخرج منه القب. انا في حالة بغينا الكوم ديال الجلبة يأتي مجموعة من التحت. نحدد المنتصف ديال الكوم من الجهة من التحت بحالة شكل هذا. نحدد الوسط. وقد ندخل ما بين سنتيم. حتى الجوش ديال السنتيم. على حسب الحجم لا يريد الكوم يأتي مجموعة من التحت. وقد ندخل في هذا الكوم. وقد نخرج حتى نخرج في العبر اللي عندي من قبل ديال الفم الكوم. وهنا من الجهة من الفوق نفس الطريقة. وقد ندخل في هذا الكوم. من هذا الجهة. كما تشوفوا معي هنا. في حالة بغينا الكوم يأتي مجموعة من التحت. بحال هذا. ولكن ضروري بالتشاور مع الكليانة. لا تديروا شيء ما تكون هي ما بغيرها. نفصلنا الأكمام. كان شيء هذا الكوم الذي بقى لي. سنخرج منه القب. التوب دائما مطوي على الجوج. في حالة بلية التوب لم تقعد من جهة. ضروري قد نبدأ نأخذ العبارات. إذا كما تشوفوا التوب عندي مطوي على الجوج. التوب هنا لا تقعد من جهة. سنعود نقضي هذا التوب. إذا كم شيء نقضي هذا التوب. سنخرج منه القب. إذا قضينا هذا التوب. من خلال الجيهة من الفق القب. سنضع تفضل практически 30 سنتيم. يعني جهة القب من الخلف 상يات التي تكون. سنضع تفضلها 30 سنتيم. ولكن في حالة القب سنضع لها القب. نزيد هذا الجزء سنتيم في الطوية الرندة من الداخل نفس الشيء لكم احتى لكم الذين كنا نخدمه بالرندة ضرورة نزيد في الطول لكم حق هذا الرندة بالنسبة للطول القب نضيفه 42 سنتيم هذا القياس داخل في حق الخياطة يريد أن تضيفه حتى 40 سنتيمة حتى يأتي زوينة هنا نطلع 24 سنتيم على حسب هذا العبارة التي اخذنا في القياس طول القب إذا سنستر على القياس 24 سنتيم بش يكون واضح القياس يعني اخذنا العبارة القب 42 سنتيم وقبلتو ب 24 سنتيم إذا سنستر على هذه العبارة 24 سنتيم ونطلع ب 10 سنتيم إذا سنستر على 10 سنتيم نستر على القياس هذا ونضيفه ونضيفه 27 سنتيم ونستر على هذا القياس ونضيفه طريقة أخرى كيف يأتي العبارة تركيز القب ونخرج ونضيفه في نصف العبارة الأول من الفوق إذا نضيفه ونضيفه ونضيفه بعض القياسات نضيفه 27 سنتيم ونضيفه 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 وغير بالقاء ونضيفه ونضيفه بالقاء ونضيفه ونضيفه فقد نضيفه ونضيفه Raf clock تركيز ونضيفه 13 سنتيم ونضيفه بعض المرة حتى 15 سنتيم ونضيفه 36 سنتيم لديك فقد نضيفه إذا كنا نخدمها بالرندا لا نحتاج لفعل هذه الودينات إذن هنا نخدم العبارة للقب كما ترون معي سنقطع هذه القياسات إذن هنا كمشي نتبع على حسب العبارة التي تفعلنا في القب سنقطع هذه الجهة للقب كمشي نتبع على حسب العبارة التي تجعلنا الودينات إذن هنا نقطع هذه العبارة الودينات نعود أن نتكر في حالة الجلة سنخدمها بالرندا لا نحتاج لفعل هذه الودينات إذن هنا سنفصلنا القب بكل سهولة كما ترون هذا هو القب جلاب سنقطع القب بلودينات إذن هنا طريقة أخرى كيف نعرف التركيز للقب إذن هنا سنخدم العبارة في حالة القب لا يوجد لا يوجد العبارة من الممكن أن تخيطه هذا العبارة تركيز القب أخرى كيف سنأخذ القيص ؟ القئص كال قب علم ونأخذ العبارة نصف الرقبة للجهة للخلف أي نصف القيص للغم نزيد القيص والقب وهذا هو العبارة يكون عندنا في الدورة التركيز للقب نتمنى تكونوا استفتوا من الفيديو اليوم في حالة تمنتلكم شي حاجة غير مفهومة يمكنكم تكتبها لي في التعليق وأنا سأجاوبكم إن شاء الله بيحول الله إذن حاولنا ما أمكن نفهموا أسهل طريقة لنفصلوا بها الجلبة نتمنى تكونوا استفتوا تمنى هنا الفيديو دينا كيوصل النهاية تبارك الله عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته